يعني بزعل جداً لما بشوف الأجيال الجديدة بتشوف أن اللي بتكلم باللغة العربية ده حد من الزمن القديم أو بتعتبر أن الحديث باللغة العربية بلغة الضاد اللي فيها مفردات عظيمة جداً وفيها تعبير لا تجدها في أي لغة يعني بيقولوا عليه أنه هو فئي أو دقة قديمة أو 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 طيب ما بص للإنجليز إزاي بيفتخروا بلغته الألمان بيفتخروا بلغته كل شعب من شعوب العالم إزاي بيفتخر بلغته وبيقدرها وبيوجلها زي ما شفنا في التقرير اللي كان فيه احتفاء شديد من علماء اللغة العربية باليوم العالمي للغة الضاد شفنا هذه اللغة اللي فيها 12 مليون مفردة اللي ربطت مبين الشعوب من خلال الأدب والموسيقى والشعر والفلسفة اللي فيها نثر وفيها شعر وفيها أدب وفيها أشياء كثيرة جداً لغة التواصل في التجارة والفن والعلم اللغة اللي وحدت مئات الملايين من الناس نهاردة فيه أكثر من 400 مليون شخص بيتكلم اللغة العربية في هذه الاحتفالية التي خصصت للاحتفال بليوم العالمي اللغة العربية حنسأل ونستكشف إزاي قدرنا نعتزم اللغة هل عندنا ظواهر سلبية هل عندنا تحديات بتواجه هذه اللغة في هذا التوقيت أسئلة كثيرة سنجاوب عنها مع ضفنا الأستاذ سنهم البدوية الأمين العام للتحاد كتاب مصر وأيضاً أنها بالسابق لرئيس الإذاعة المصرية صباح الخير أهلاً وسهلاً مرحباً سعيد أيام سعادة بهذه الإطلالة عبر شاشة التلفزيون المصرية كل سنة وحرك طيب الأول وخليني أبدأ من التحديات يعني خليني أبقى صريح معك إحنا أصلاً مفروض نتكلم فرعوني أو نتكلم لغة مصرية قديمة على اعتبر الفرعوني لكتابة يعني وخلافه ولكن نتكلم لغة مصرية قديمة ولكن هذه اللغة اندسرت يا فاند لأنها لم تحافظ عليها باقي الأجيال نهاردة عندنا تحديات عندنا الفرانكو أراب عندنا الأفضل في التعليم بيخش مدرس إنترناشنال يتكلم لغة إنجليزية بشكل عظيم جداً ولكن ببقى صعبان على أنه مش عارف يكتب اسمه بالعربي وفي أخطاء إملائية وبلاء السهم زي السين حاجات تزعل نعم خليني أبدأ معك بالتحديات كيف ترى التحديات في عام 2022 التي تواجه لغة أضادة اللغة العربية لكي نعبر عن هذه التحديات وعن هذه الظواهر السلبية التي تواجهها لغتنا العربية لابد بداية من الوقوف عند أهمية اللغة لغتنا ليست مجرد وعاء للفكر كما يقال بل هي الفكر ذاته لغتنا هويتنا بغيرها لا نستطيع أن نعبر عن جلال عقيدتنا وعن أصالة حضارتنا بغيرها لا نستطيع أن نعبر عن مكنون ذاتنا عن أفكارنا عن مشاعرنا عن أحاسيسنا كيف لنا أن نعبر عن كل هذه الأمور هي ليست مجرد لغة للتواصل بيننا في حسن بل هي أعظم من ذلك وأنا لا أميل إلى أن نرمي بالمبالغة من يقول من فرط في لغته هان عليه أن يفرط في عرضه لغتنا هويتنا من أجل ذلك لابد أن نفيق لأننا في سكرة لا نستشعر حجم الأخطار المحدقة بلغتنا وهي تتمثل في ظواهر سلبية في مجتمعنا وتتمثل في أخطار محدقة بنا بفعل الغزو الفكري والثقافي الذي يستهدف تمصم عالم الهوية لدينا ويبقى السؤال هل نحن جادون في الاعتزاز بلغتنا؟ أم أن هذا الاعتزاز مجرد اعتزاز شكلي؟ نموذج الاعتزاز الحقيقي باللغة يتمثل في الرئيس الجزائري هواري بوميديم رحمه الله عمل إيه؟ كان يأتيه المحرر أو الصحفي من اللومون الفرنسية يسأله بالفرنسية فيجيبه مباشرة بالعربية والعلانة وقفنا عند النموذج الذي لعب الكرة نعم حارس مرمى المنتخب المغربي ياسين بونو صحيح عندما سئل فأجاب بالعربية فلما أبدي الاحتجاج على ذلك كان رده العربية لغتي يبحثوا عن مترجم هذا من فرط الاعتزاز هذا هو الاعتزاز الحقيقي باللغة نأتي إلى الظواهر السلبية وفي الصدر منها هذا المسخ باستخدام مفردات أجنبية بلا مبرر وبلا مسوّن مع أنا لدينا مقابل من الألفاظ العربية الرائقة الجميلة العذبة التي تجري على اللسان كما ينساب الماء العذب في الجدول الرقراق ما حاجتنا إلا استخدام هذا المسخ وكأننا قد تبلد إحساسنا إذا أأنين العربية أيهجرني قومي عفى الله عنهم إلى لغة لم تتصل برواتي صرت لوثة الإفرنج فيها كما صر لعاب الأفاعي في مسيل فراتي فجاءت كثوب ضم سبعين رقعة مشكلة الألوان مختلفاتي هذا من التحديات من التحديات أننا لا ننتبت إلى أن الغزو الفكري والثقافي منذ أمد من بعيد وهو يسعى إلى تنصي معالم الهوية أهم مقوم من مقومات هويتنا لغتنا وهي تتعرض للتنكيل بها عارف أستاذ ذنهم كمان المشكلة هنا مش في بس المتحدثين اللغة التانية أو لغات تانية زي الإنجليزية أو غيره لأ كمان إحنا بنتكلم على الناس اللي حتى نطقها للكلمة نفسها بقى غلط يمكن اللغات كلها في العالم كله الإنجليز نفسهم كانوا بيشتكوا أن بقى فيه ركاكة شوية في اللغة عندهم إحنا كمان بقى عندنا ده إيه السبب؟ يعني ليه النهاردة فيه يمكن يعني كتير قوي من الجيل الجديد مش عارف حتى ينطق الجملة صح أو الكلمة نفسها صح مش عشان بقى هو متعلم حتى في تعليم أجنبي أو غيره لا ده هو حتى تعليمه عادي عربي بس مش عارف يقوله صح السبب عندي يعود إلى المؤسسات المعنية بنشر الاعتزاز بلغتنا كل مؤسسات التنشيئ الاجتماعي بدءا من الأسرة مرورا بالمؤسسة التعليمية التي تتمثل في المدارس في التعليم العام والجامعات مرورا بالمؤسسة الدينية التي تتمثل في المسجد والكنيسة مرورا بالمؤسسة الإعلامية صحيح والإعلام كما تعلمون له إسهام في نشر ثقافة استقامة اللسان والإعلام في يقيني وفي الصدر منه الإعلام الناطق هو الدرع الواقية للغتين تعلمون أن المذيع هو حارس بوابة استقامة اللسان صحيح كان لدينا المذيع إن سقطت منه همزة تقام لها حفلات التأبين لماذا؟ لأن المذيع هو حارس الضابط الحقيقي العربية تتعرض للتنكيل بها على ألسنة المترخصين والمتحدثين الذين لا يعنون بالاهتمام باستقامة اللسان إلا المذيع يبد أن يكون فخورا بلغته بكل تأكيد صحيح من أجل ذلك نحن نعول على الإعلام نعول على الإعلام في تحسين الصورة الزهنية لأن صورة الذهنية عن اللغة في الأعمال الدرامية مع الأسى والمرارة شوهت اللغة العربية يتلمس حاجات يا فندم سؤال مهم جدا إيه العلاقة بأنك تكون كلاسي وراقي وكده يعني وأنك في نفس الوقت ما تكونش ملم بلغة تكين الأم يعني أنا حسأل سؤال الشخص الإنجليزي في بلاد الإنجليز أو الألماني في بلاد الألمان أو الفرنسي لو هو شخص راقي هل هو بيتنصل من لغته بيعتبرها شيء يعني 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 إحنا نينفع نكتب ما شاء الله M A S H 2 بالزم ما ده كلام والله العظيم ده حتى عيب يعني وما شاء الله تبقى ما شاء الله وحاجات يعني من أقول إيه فده فعلا أنا والله ده بقى هذا الأمر بيؤذيني نفسيا يعني أن أنت مفروض أن أنت تبقى إنسان راقي وتعفى تلاقي عندك غلطات إملائية وبتبص كده اللي بيكلم لغة عربية أنه هو رجل يعني ده قديمة طيب إيه العلاقة؟ الصورة الزهنية ليه وحشة عن اللغة دي؟ ده سؤال يعني لأننا لسنا جادين في صيانة لغتنا وفي الذود عنها وفي الدفاع عنها في يقيني أننا إذا أردنا وتوفرت لدينا الإرادة الصادقة نعم إذا أردت استطعت كما يقول المثل الفرنسي كما يقول المثل الفرنسي إذا أردت استطعت وأيضا سؤل طاغور أو قال طاغور حين سؤل أو يقول طاغور إذا أشئنا الدقة سأل الممكن المستحيل أين تقيم فأجاب في أحلام العاجز ولله در أبو الطيب المتنبي عندما قال وإني إذا باشرت أمرا أريده تدانت أقاصيه وهان أشده لكن ما آية صدق الإرادة اتباع المنهج السديد لكي نبلغ ما نريد وإلا فسينطبق علينا قول قائل ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليابسي لو أننا جادون في صيانة لغتنا لاحترمنا القدوة اللغوية وسعينا إليها ولا اعتبرنا إن المخطئ في اللغة يحتاج إلى علاج إلى استقامة اللسان مع الأسف الشديد عندما تكون أرقى المهن الآن يشترط للتقدم إليها أن تكون مجيدا للغات الأجنبية يا للعجب ولماذا لا يكون مجيدا للعربية أولا نحن نباهي في ميدان الإعلام الناطق أن المذيع يشترط لتقدم الاختبار المذيعين أن يكون متمكنا من اللغة العربية أولا ثم ننظر في إجادته للغة أجنبية أخرى لك أن تعجب عندما تأتينا رسائل البنوك باللغة الإنجليزية نتساءل لماذا هل نحن في مجتمع إنجليزي يا للعجب لماذا نحن نعاني يا سيدي من فقدان الإرادة الحقيقية للدفاع عن لغتنا صحيحة وهي مقاوم أصيل من مقاومات هويتنا من أجل ذلك نرى أن نتائج الحادثة الآن نتائج طبعية أشرت إلى الإعلام الجديد المتمثل في مواقع التواصل الاجتماعي نحن نحتاج إلى ثورة حقيقية إلى مبادرة جادة لاستخدام اللغة العربية السليمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما أحوجنا إلى ذلك تركنا أنفسنا فريسة للهديان اللغوي أما أنا لنا أن نفيق طيب إيه للجيل الجديد محتاجه عشان يعني خليني أقول حاجة أنه النهاردة معظم الأفلام النكحة جدا على منصات كتيرة سواء في ناس رايحة لها السينما أو منصات بتدخل لنا البيت موجودة بلغات مختلفة يعني خلينا نقول لغات أجنبية وخلينا نقول أن الواقع النهاردة موجود أنه فيه ناس كتير بتتحدث لغات مختلفة من الجيل الجديد يأما بتكلموا لغة إنجليزية أو غيره أو حتى العربي الراكيك زي ما كنا بنتكلم من شوية إزاي نحبب الجيل الجديد في اللغة العربية الصحيحة السليمة نعم أولا بمحو الصورة السلبية التي تتركتها صورة اللغة العربية في الأعمال الدرامية نحن كنا نتابع فنرى نموذج فاكلاتك أمك ابن حلزة محاولة للعض على الأحرف وإلى التفيهق والتشدق وإخراج اللغة بصورة تبعث على السأم والملل لتبغيد الناس في اللغة العربية لتمحى هذه الصورة لابد أن نبسط الأمور مقررات اللغة العربية في المدارس لابد أن يستعانى فيها بنصوص تحبب الناس في اللغة العربية والله صحيح الشعر الجميل الذي ينفذ إلى سويداء القلوب الذي يسم بالوجدان ويرقى بالزوق ويخصب الخيال ثقافة الاستماع يا سيدتي أين نحن منها قديما كانت الأذان تتعلق بالإذاعة المصرية يا والله من أجل ذلك كان الزوق في السهاء لماذا انحضر الزوق السبب معروف لأن ثقافة الاستماع محل برضو خلينا بقى صريح مع حضرتك في بداية القرن العشرين كان عندنا أحمد شوقي ثم طه حسين تبدلت الأحوال بعدنا إحسان عبدالقدوس ويوسف السباعي ثم الأب نودي فؤاد حداد ثم مين النهاردة يعني حريك بتقولي حراس اللغة نعم تمام أنا من وجهة نظري أين شعراء مصر الذين يحملون راية اللغة الذين من المفترض أنهم يكونوا ملء السمع والبصر أنه هو يعني إحنا النهاردة بنبحث عن لعبة كرة وبنعمل برامج علشان ندور علي وبنبحث عن فنانين أو بطربين وبنعمل عن برامج طب فين الشعراء من هذا الأمر فين الأدباء فين الأجيال اللي تحمل ده ما هو ده برضو مش موطن ضعفة من أجل التصلي سيدي عندما يتجه الإعلام إلى القيمة الحقيقية ويقدم من ينبغي أن يقدم ويؤخر من ينبغي أن يؤخر ساعة إذن ستجد إجابة شافية عن هذا السؤال لدينا شعراء لا يقلون عن فرسان الإبداع الشعري فيما مضى لكن أين منابر الإعلام من هؤلاء هذا هو السؤال هذا السؤال ولا كأن تعجب يوما ما شاعر بقامة محمود غنيم كان شاعرا كبيرا شك إلى الله عز وجل يقول إلى من أشتكي يا رب ضيمي أرى نفسي غريبا بين قومي فكم هتفوا لمحمود شكوكه وما شعروا بمحمود غنيمي يا سلام سيدي هذا في الزمن الجميل فما بالك لو أنه يحيى بيننا الآن ترى ماذا يقول في زمن كان فيه الإعلام يسعى إلى ذوي القيمة طيب الآن يظل السؤال مطروحا لدينا قمم شامخة في كل ما يدين الإبداع على أن المنابر الإعلامية مطالبة بأن تسعى إليهم كل الشكر لك الأستاذ زنهم البداوي يعني الأمين العام لإتحاد كتاب مصر والنائب الأسبق لرئيس الإزعى المصرية شكرا لوجود حضرتك معنا النهاردة ونحتفل باليوم العالمي للغة العربية الشكر موصول لكم وأدعو الله أن لا يكون كلامي هذا مجرد صرخة في واد وأن يكون لكلامي هذا صدا طيب يعيد إلينا الاعتزاز الحقيقي بلغتنا العربية أتمنى أن يتم البحث عن الشعراء الموهوبين والأدباء الموهوبين وإبرازهم إعلاميا كما نبرز الفنانين ونبرز لعيب الكرة يابد أيضا أن يكون هناك نصيب من هذا الأمر حتى نحي اللغة العربية ولا يتم النظر إليها أن أنت يعني لما تتكلم لغة عربية فأنت مش إنسان كلاسي أو إنسان راقي الرقي في لغتك الأصلية ولغتك الهم شكرا جزيلا يا فنان شكرا جزيلا